يعني سؤال مهم جداً يا أستاذ دعي وبدأ جدنا أسئلة كده هل أنا فعلاً ربنا غضبان عليها؟ وهل ده عقاب من ربنا ليها؟ فعاوزين نقول إن أحياناً قد يكون لابتلاء عقاب من الله عز وجل وما أصابكم مصيبتين فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فأحياناً قد يكون لابتلاء فعلاً عقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى بس مش شرط إن أي ابتلاء يحصل الإنسان يبقى ده عقاب من ربنا بل قد يكون لابتلاء وأحياناً محبة من رب العالمين ده مش عقاب كمان ربنا أحياناً بيكون حب من ربنا ورفع لدرجات العبد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فربنا ابتلى الأنبياء فهل ربنا كان غضبان على الأنبياء يا أستاذ دعاء؟ أو كان ربنا بيعاقب الأنبياء؟ حساه سبحانه وتعالى ده أحب الخلق وصفوة الخلق وصفوة الناس اللي ربنا اختارهم لتبليغ الدين وحمل الرسالة وهداية الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى ومع ذلك الأنبياء دول وهم في هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة وربنا ابتلاهم ابتلاءات شديدة جداً لدرجة سيدنا وحبيبنا يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل احنا عندنا نبي من أنبياء الله سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ابتلي ابتلاء عجيب سيدنا أيوب كان غني كان عنده فلوس وكان صاحب صحة قوية جداً وكان عنده أولاد فجأة يبتلى وتسلب منه كل هذا حضرتك متخيلة يسلب منه كل هذا في لحظة وكمان بقى يبتلى ما يعودش الابتلاء ده سنة اتنين تلاتة لا ده يفضل سيدنا أيوب كما عند الترمذي وكما عند الحاكم بسند صحيح أن نبي الله أيوب لبث في سرير المرض كم سنة؟ ثمانية عشرة سنة طمانتاشر سنة وسيدنا أيوب نايم على سرير المرض النهاردة اللي بيجي له صداع بيقلب الدنيا ليه كده يا رب وانا ما أنا عملت إيه يعني عشان يحصل لي كده؟ وليه أنا وشما أن أنا وكلامه سيدنا أيوب 18 سنة وهو على سرير المرض طولة 18 سنة سيدنا أيوب لا يصدر إلا الشكر لله عز وجل والصبر على هذا الابتلاء والرضا بما قدر الله عز وجل وقضى عليه من ابتلاء 18 سنة هو على الحال ده لدرجة أن كل الناس معادش فيه فلوس معادش فيه صحة فيش عيال فيش حاجة خلص كل الناس بعدت عنه إلا مراته واتنين صحابه كل الناس اتخلت عن سيدنا أيوب معاده مراته واتنين صحابه قال أحدهما للآخر واحد صاحب قال لي تاني إن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحده من العالمين ده أيوب ده عمل ذنب فيش حد عمله انت مش شايف اللي هو فيه ده بقاله 18 سنة نايم عيان وربنا ما شفهوش طب ده أكيد عمل ذنب كبير أو ربنا بيعاقبوا به وللأسف احنا بنسمع الكلام ده النهار ده أستاذ ده وعلي يعني بنسمع كده باللغة البسيطة العمية كده ده فلان ده اللي فيه أولي العليه ده يستاهل أكتر من كده ده أكيد عمل عملة فصيحة فربنا بقى مثلا بتلاب مرض ولا بكذا نعم بنسمع كل الكلام ده ده الأسف هو نال كلام اللي صحاب سيدنا أيوب قالوه واحد فيهم قال للتاني ده عمل حاجة محدش عملة قبل كده قال ليه ما هذا؟ ليه بتقول كده؟ قال ألم ترى ما هو فيه منذ 18 سنة وما كشف الله ما به ننظر قالوا 18 سنة ونايم تعبان وربنا ما شفهوش الراجل ما قدرش يستحمل الكلمة فراح قال لسيدنا أيوب قال يا نبي الله إن فلانا قال كذا صاحبنا قال عليه كذا فالكلمة أثرت في نفس سيدنا أيوب فرفع سيدنا أيوب وطبعا سيدنا أيوب موصول بالله عز وجل معلق بالله دائم الدعاء لله لكن أيوب كان في حالة من الرضا تليق بالأنبياء أنه ما دع الله بالشفاء وهذه حالة من كمالات العبودية لله عز وجل دي مراتم عالية يعني مش أي حد يوصل للمراتم يعني راضي تمام الرضا لدرجة أنه لا يدعو ما يدعيش حتى راضي هو راضي تمام الرضا وهنذكر قصة لحد من الصحابة على نفس هذا الحال فلما قال له كده فسيدنا أيوب خاف أن الناس تتفتم بسببه في الدين فرفع يده ربنا ودع ربنا لأول مرة بالشفاء وبعدين وتعالوا بقى نشوف سيدنا أيوب لما جاء يدع ربنا عمل إيه ودعه وقال إيه رفع يديه للملك سبحانه وجل وتعالى وقال ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنا عاوز أقف مع الآية دي وقف أستاذ دعاء لو حضرتك تسمحيدي ربي إني مساني المس كلمة المس عند علماء اللغة تفيد السرعة يعني بقوله يا رب مساني حاجة بسيطة كده حاجة خفيفة يا رب ده 18 سنة بس حضرتك متخيلة الصبر السادة اللي كان فيه سيدنا أيوب والرضا اللي كان فيه سيدنا أيوب ربي إني مساني الضر طب وبعد كده يا رب كفاية كده بقى يا رب أنا خلاص ما عدتش قادر ما قالش كده طب إيش فيني يا رب ما قالش كده إنما قال ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين غاية الأدب مع رب العالمين وقوله يا رب إذا كانت رحمتك تقتضي لي أن أشفى من هذا المرض فأنا راضي المسلم وإذا كانت رحمتك يا رب تقتضي لي أن أبقى على سرير المرض فأنا راضي المسلم وأنت أرحم الراحمين ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا بقى على طول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ومش بس كده وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ترجمة نانسي قنقر